سيد أحمد بداية بمأنها حكاية تكلم عنها الناس كتير مبارح وأكلمك طبعا عن مباراة السوبر وتفاصيلها بس إيه موضوع اللي حصل بين أفشا وإمام عشور؟ يعني الناس كلها شافت أثناء المراسم بعد فوزة الملك بالسوبر إن كان فيه نوع من اللوم والعتاب والتوبيخ ما بين أفشا وإمام عشور لدرجة إن ياسر براهيم تدخل عشان يبعد أفشا عن إمام عشور والموضوع ما ياخدش حيث كبير لكن ده برضو حصل في قط اللبس تكرر نفس الماشا في قط اللبس في قط اللبس في قط اللبس بس كمان أكتر من اللعب مش أفشا فقط السبب الرئيسي إن العابة الأهلي كانت بتلوم وقولهم طبعا أفشا زي ما الناس كلها شافت بتلوم إمام عشور إن هو ركز كتير قوي في الديبيت أو الاشتباك مع نبيل عماد دونجا لعب نالي الزمالك قالوا إنت ما كنتش مركز في الملعب قد ما كنت مركز في هذا الاشتباك كان ممكن إن احنا نبقى شكلنا أحسن لو أنت كنت مركز لكن للأسف أنت ما كنتش في حالتك الطبيعية وانزلقت لهذا الأمر وده فأفقدنا كثير من قوتنا وده كان يعني محورة يعني النقاش أكتر من اللاعب مع يعني إمام عشور ويعني فيه أكتر من مشهد كمان حصل في قط اللبس منها يعني إصرار اللاعب الكبرون هم يواسوا يحيى عطية طالة بعد الهدف اللي يعني سجلوا نالي الزمالك وبعد ركلة الجزاء اللي ضاعت منه حقيقة أن يحيى عطية طالة كان ماشي بشكل كويس حتى في الماتش ده لغاية الكورة بتاعة الكعب اللي هو قدت لأن عمر جابر استغلها ولعبها وجاء من هنا هدف ناصر منسي وهدف التعدل لكن يعني اللاعبة قالت له ركلة الجزاء بتروح وتيجي الأخطاء وردة اللي جاي مهم وصعب عايزين تكون أكثر تركيزا بحسنهم يخففوا العبرة عنه عشان يخرج من الحالة الصعبة اللي كان فيها مبارح لأن طبعا أول واحد شاء اللي ليلة كان يحيى عطية طالة حايل